بيبدأ فيلمنا في نيو أورلنز حيث الجنازات بتنتهي بالاحتفالات والموت مش نهاية لكن بداية جديدة وبنشوف بين مع زملائه في الشغل وهم في الكافيه وبيكون شغال عالم في الطبيعة الفلاكية وبيتقابل مع إليسا اللي بتقدم جوالات الأشباح في المنطقة وبيكون باين انهم وقعوا في حبه بعض وبيحتفلوا في نهاية السنة وبيبقوا مع بعض من ساعتها وبعدها بمدة بنشوف بين قاعد الواحده في بر وبعدها بيطلع بره وبيلاقي ناس كتير مستنياه وبنعرف انه بقى شغال مرشد سياحي وبياخد المجموعة وبيكمل الجولة وفي نص الجولة واحدة بتسأل عن الأشباح وبتكون مقتنعة تماما ان فيه أشباح لكن بين بيتعصب عليها وبيقولها ان ما فيش حاجة اسمها أشباح خالص وانه قعد في البيوت اللي بيقولوا عليها مسكونة مدة طويلة وما فيش حاجات حصلت وبعدها بيتأسف على أسلوبه وبيكملوا الجولة وبنروح لجابي وابنها ترافس وبيوصلوا لبيتهم الجديد اللي هيجددوه وجابي بتتكلم في التليفون واترافس بيدخل لوحده وبيتفرج على البيت وبيكون مخيف جدا وبيمشي لكن الطرقة ما بتنتهيش وبيفضل ماشي في مكانه وبيسمع أصوات حواليه ان فيه ناس عايشين في البيت وبيكونوا خايفين يشوفوهم وبعدها والدته بتدخل وبتقوله يختار قوضة واترافس بيدخل للقوضة وبيسمع أصوات حواليه وبيقول نفسه ان هو بيتخيل لكن بعدها فيه شبح بيظهر له وبيطلع يجري على والدته وبيقولها ان البيت مسكون لكنها ما بتصدقهش وبتقوله كل حاجة هتكون تمام لكن فجأة بتشوف الجندي واقفه رابنها وبيتحرك فبتاخد ابنها وبتجري لعرابتها وبتهرب من المكان وبيطلع وراهم شبح بيضحك وبيقول انه مستنيهم لأنهم هيرجعوا تاني وبنروح لبن اللي بيحلم بإليسا وفي راجل بنسمعه بيسأل عنه وفجأة بيدخل البيت فبين بيقوم علشان يتخانق معاه لكن بعدها الراجل بيتأسف له وبيعرفه بنفسه انه القس كانت وبيسأله اذا كان عايز يبقى بطل لكن بين بيرفض بعدها بيقوله انت طورت كاميرا تقدر تشوف جسيمات الاشباح فبيعرض عليه انه يصور الاشباح ويحصل على دليل وان فيه ام لطيفة معاها ابنها الصغير اتصلت بيه وطلبت منه يعمل جلسة طارد للارواح لكن هو معتقد انها محتاجة خبير في الامور الخارقة للطبيعة والقس بيفضل يحمسه وبيقوله انت اشتغلت في ناسا وكنت بتعمل مراكب الفضاء وكنت عالم في الطبيعة الفلكية فازاي دلوقتي شغال مرشد سياحي لكن بين بيرفض لغاية ما القس بيعرض عليه الفين دولار وهي اللي الستة عرضاهم للي يروح يصور الاشباح فبين بيوافق وبياخد العنوان منه وبيروح ياخد الكاميرا بتاعته وبيفتكر زوجته إليسا لما قدم لها العدسة الاول مرة وانها هتغير لهم حياتهم وبعدها بين بيوصل للبيت وبيلاقي ان بطارية الكاميرا فصلة وبيخبط على جابي وبييجي يدخل لكنها بتمنعه وبتحذره ان لو دخل البيت هيشوف كل الاشباح وبتقوله لو عايز يمشي عادي لسه الاختيار بايده وانه لو دخل مفيش مجال التراجع فبين بيقولها انه ما بيخافش من الاشباح وبيسألها على الفلوس وبيفرح لما بياخدهم وبيدخل للبيت وبيدخل وبيعرف ان جابي عاشت في نيويورك ووالدتها عاشت هنا وبعد وفاة زوجها كانت عايزة بداية جديدة علشان كده جات للمدينة وانها لقيت المكان ده حلو ليها والابنها علشان يتعرف على صحاب لان عنده مشكلة وما عندهش ولا صاحب وبيتجه بني علشان يصور كل حاجة مسكونة في البيت لكنه بيضحك عليهم لان البطارية زي ما احنا عارفين فصلة فبيمثل عليهم انه بيصور وبيشوف اللي جابي ويترافس بيعملوه وهم بيعدوا من طرق للتانية وبيضحك عليهم لكن بيكتم ضحكته وبيطنشهم وبيتحرك لقدام وبيقولهم في اخر اليوم ان ما فيش اشباح وانهم بيتخيلوا الموضوع لكن لما بيروح بيته وبيقعد يتفرج على التلفزيون كل شوية القناة تقلب لوحدها فهو مستغرب لغاية ما فيه حاجة شدت من ايده الرموت بيخاف وبيجري وبيجيب الكاميرا بتاعته بيصور وبيلاقي الصورة مشوشة جدا فبيفتكر كلام جابي ان الاشباح ما بتحبش الضوء العالي فبيلغيه وبيصور تاني وبيشوف ان الصورة فاضية وبيقنع نفسه انه بيتخيل بعدها بيدخل قطه وبينام على السرير وبيلاقي نقط بتنزل فوقه فبيستغرب وبيروح يفتح الباب وبيلاقي هوا جامد جدا بيزقه وفيه بحر قدامه وبيرمي على السرير بتاعه تاني فبيغيره يدوم وبينزل يقعد في مطعم وبيقول ان ده كان حلم لكن هناك كوباية القهوة بتتكسر وبيقول ان الشبح ماشو وراه ولما بيرجع بيته بيكتشف ان البحر لسه موجود والموجة بالطياره تاني للشارع وفيه صوت بيطلع وبيقول له ارجع وعلى طول بيرجع تاني للبيت وبيحكي الجابي اللي حصل وبتقوله انها حذرته قبل ما يدخل لكنه ما سمعش كلامها واخد الفلوس وانها حاولت تمشي لكن الاشباح بتمنعها برضو وانه اكيد فيه حكمة انه كلهم هنا وبيتفاجئ وراه بالقس كينت وانه كمان قاعد في البيت لان الاشباح منعه انه يمشي برضو فالساعة بترن اتنشر بالليل وبيكون ممنوع ان حد منهم يتحرك من الصالة لكن بين بيخالف القواعد وبياخد شنطته وفاجأ بيختفي وبيظهر في الدور التاني وبينادي على جابي لكن فيه شبح بيطلع من الصورة وماسك فاس وبين بيصوره وبيجري في المكان لغاية ما بيتخبط والعيلة بتلاقيه وبيتفقوا انهم محتاجين فريق علشان يحربوا الاشباح الموجودة وبيروحوا لمؤرخ علشان يعرفوا تاريخ البيت وبيعرفوا ان فيه واحد اشتراء من زوجة الملك السابق المتوفي وان المؤرخ عايز يروح معهم للبيت لكن بين بيرفض وبيخطف منه السجلات وبيجري وبعدها بيروحوا لوسيطة روحانية علشان تطرد الارواح من البيت وهناك بتفضل تتكلم في اي كلام وبعدها بتمشي وبعد ساعتين بالزبط بترجع تاني بعد ما الشبح ارغمها انها ترجع تاني للبيت وبيعرفوا ان فيه 66 واحد اتنقلوا للبيت ده وكل واحد منهم مات بشكل فضيع اخين قتلوا بعض خلال المبارزة وفي زوجة تجوزت خمس مرات وقتلت الخمسة والوسيطة الروحانية كان اسمها السيدة ليوتا وبنعرف انها كانت مشهورة جدا زمان بين الاغنية وبلاقوا رسالة من ويليام جريسي للسيدة ليوتا وبيطلب منها انها تجيله علشان تستحضر الارواح فجاب بتستغرب لان الخرايط بتقول ان ما فيش قوضة وبيروحوا عندها وبين بيكتشف مكان القوضة وبيدخله وبيفتح الزيت وبينور المكان كله وبيقعده على تربيزة تحضير الارواح والوسيطة كل شوية تنام وبين بيضحك عليها لكن بعدها الشبح ظهر وهو السيد جريسي وقال لها تتكلم مع اليوتا وبين بيطلب من هاريت انها تتواصل مع زوجته اليسا وهنا بنشوف انه تقدم لها وتجوزه وانها دلوقتي ميتة وده سبب تحول بين لكن هاريت بترفض وبتحاول انها تتواصل مع اليوتا لكن الاشباح بياخدوها بالكرسي بتاعها وبيرموها برا البيت وهما بيساعدوها بيشوف المؤرخ بروس وهو بيجرب عربيته وبيدخل للبيت علشان ياخد الحاجة بتاعته وهما بيحاول يحذره واول ما بيدخل الكرسي بياخده بيوقفه قدام عربية ومن الخضة بيروح المستشفى وبين بيتكلم مع الدكتورة وبيلاحظ ان فيه شبح حضر وبيلعب بسرير مريضة فعلى طول بين وجابي بياخدوا بروس معهم وبيرجعوا للبيت وهاريت بتقعد مع بين بتوسيه على موت زوجته وبتقوله انها مش موجودة هنا لانها دلوقتي في سلام وبين بيعاية من اللي بيسمعه وبعدها بيصحوه لان بروس مختفي وبيروح وبيدور عليه وبيلاقيه وبطلعوا سوى للدور اللي فوق وهناك فيه شبح الست بيطرده وبتهاجموا بالإزاز وبعدها بترمي من فوق مع صندوق السيدة ليوتا وبياخدوا السندوق وبينزله وهاريت بتاخد كتاب التعويز والبلورة بتظهر فيها ليوتا وبتحكي لهم ان وليام جريسي كان حزين على موت زوجته وطلب منها تتواصل معاها وفعلا بدأوا يتواصلوا معاها لكنها ما بتردش وفضلوا مكملين الجلسات لمدة سنة وبقى فيه بوابة لعبور الأشباح عنده في البيت وتوسلت له علشان يوقف لكنه بيكون مصمم انهم يكملوا لحد ما وصلت له رسالة من زوجته بتقوله ينضم لها في العالم التاني لكنها عرفت انها مش زوجته إلي نور وهم استحضروا الروح الشريرة اتغزت على حزن جريسي ومش بس كده دي حجزت كل الأرواح السعيدة اللي كانت في البيت وجريسي انتحر وهي نزلت علشان تعرف الروح الشريرة لكن قبل ما تشوفها مسكت فيها وحجزتها في القرى البلورية بتاعتها وهو حتجز 933 روح وهو محتاج ألف علشان يكمل التقوص اللي هتسمح له نيهرب من البيت ومع اكتمال البدر هيبقى في أقصى قوته وبتبص البن وبتقول انه كل حزن فهيبقى أكتر واحد الشرير ممكن يتلعب بيه وبروس بيكشف لهم ان بكده فيه 999 روح وهو فضله واحدة بس لأن من بعد احتجاز السيدة ليوتا حصلت 66 وفاة وتاني يوم بيعمله إسقاط نجمة علشان هاريت تقدر تدخل لعالم الأرواح ولازم تفكر في أفكار حزينة لكن بين هو اللي بيدخل لعالم الأرواح مكانها لأنه حزين أكتر منها وبيكتشف العالم وبيجري ورا جريسي علشان يعرف مين هو الشبح الشرير اللي كلهم بيخافوا منه لكن جريسي بيقوله انه شبح شرير جدا وهو قوي جدا في العالم ده وفضله روح واحدة بس وجريسي بيهرب من المكان زي كل الأشباح التانية لأن الشبح الشرير حضر وكلهم بيخافوا منه وبيظهر لبن وبيخافوا بيجري منه والشرير بيقوله انه ممكن يحقق له اللي هو عايزه لكن بس لو ساعده بمزاجه وبنشوف ان فيه شبح دخل لجسم بن فعلى طول المجموعة بترن الجرس وروح بن بتتسحب لجسمه تاني وبيفوق وبعدها بن بيحكي لهم ان الشبح عايزه هو الروح الألف وبيحكي لهم عن زوجته وانها طيبة وبتحب الناس كلها واجتماعية جدا غيره تماما وفي يوم هي راحت تشتري شبسي لأنها كانت بتحبه وطلبت منه ان يجي معاها لكنه كان محبط وعنده شغل كتير بزعق في وشها وهي على طول نزلت وعربية خبطتها وماتت وعلشان كده هو قض وقته كله علشان يكمل الكاميرا لأنه كان عايز يشوفها مرة تانية وبروس بعدها بيضحكه وبياخده الاسم الشرطة لأن صورة الشبح محفورة في دماغه وبيقوله انه تعرض لاعتداء وبيدخلوا للرسام وبيرسم لهم الصورة وبيحطوا لها جلد وبيعرفوا انه أليستر كرامب وهو شخص شرير جدا وهو ابن أدوسين كرامب وكان راجل ما عندهوش رحمة وطرد ابنه أليستر في الشارع وهو صغير لأنه شافه بيعاية كتير في جنازة والدته وما فيش حد اهتم بأليستر لغاية ما والده مات فعلى طول رجع وبقى مالك غني جدا واشتهر بالحفلات المسرفة مع الناس اللي خانوه لكن في ضيوف كتير ممشيوش من القصر وفيش عاد بتقول انه كان مرتبط بالسحر الاسود اللي بقى استلزم تضحيات بالدم علشان يحافظ على ثروته وسلطته وما فيش حد قدر انه يلاقي الجثف لكن بعد سنين العمال انقلبوا عليه وقتلوه لكن قبل ما راسه تتقطع يتعاهد لهم انه هينتقم منهم كلهم وهو في القبر وبيعرفوا مكان القصر بتاعه وانه تحول بقى فندق كبير جدا لكن كرامب بيمنعهم انهم يمشوا من البيت لكن بين بياخد العنوان وبيهرب من القوضة قبل ما تتقفل وبروس بتجيله أزمة وبيقع على الأرض وبيشوف قدامه الشبح الشرير وهو بيدخله وبين بيدخل لرمال متحركة وبيطلع منها تمسيح وبيتشعلق هو وترافس في التماثيل وبتطلع بيهم زي أسانسير لفوق وبينجحوا انهم يطلعوا برا والكائنات بيكون مستنيهم بالعربية وبيركبوا بسرعة وبيهربوا من الأشجار اللي بتكون عايزة توقفهم وبيوصلوا لأسر كرامب وبين بيطلب من الشبح اللي معهم انه يفضل في العربية علشان ما تحصلش اي مشاكل في الأسر وبيدخلوا للأسر فعلا وبيكونوا في الجولة وبيلاحظوا ان الباب بيتفتح وفيه شبح بيدخل للأسر وبين بيعرف من راجل انهم لقوا جسم إليستر من غير راسه فمعناه ان راسه لسه موجودة في الأسر وبيطلب من الشبح اللي معهم انه يساعدهم فبيطلب منه يودي للبحر فبين بيوافق لكن يساعدوا الأول والشبح بيحكي له ان كرامب لازم ياخدوا الروح الأخيرة بمزاج الشخص مش غصب عنه وانه لو عمل كده هتحصل مشاكل كتير وبيمشوا وراه وبيوصلوا لمكان ما ينفعش حد منهم ينزل من الفتحة إلا ترافيس وترافيس بيكتشف ان المكان مليان جثث كتير وهناك بيلاقي الطائية بتاعت كرامب وبياخدها وبيطلع وبيوصلوا للبيت وبين بيقعد ترافيس في العربية وبيمنعوا ان ينزل معاهم وترافيس بيقولوا انه هتواصل مع والده في الوقت ده بيفتح الكراسة وبيبدأ يكتب فيها وكي نت ما بيكونش عايز يدخل وبيقول انه مش قس وانه محتال علشان ياخد من الناس فلوس لكن بين بيغنع انه عمل حاجات كويسة وخصوصا انه خلى بين يقتنع بنفسه فبيوافق وبيدخل معاه واول ما بيدخله ما بيلقوش حد غير بروس وكي نت بيقعد معها وبروس بيكون عايز ياخد الطائية بالعافية وبيكتشف انه روح كرامب دخلت فيه وبيتقاتل معاه وبيلحق الطائية وبين بيلاقي إيجابي وهارية مربطين فبيفكهم وبينزلوا لكرامب لكن الساعة 12 بتيجي والأمر بيتحول لبدر وكرامب بيحصل على قوته كاملة وبيبقى قوي جدا وبياخد الطائية وبيحرقها وهارية ما بتقدرش تكمل التعويزة وجابي بيتسأل عن ابنها فبين بيقولها انه بيكلم والده فهي بتستغرب لان والده ميت وبيكون كرامب هو اللي بيكلم ترافس في الكراسة وبيقوله انه عايز يشوفه وبياخده لمكان المفروض انه يشوف في والده وكرامب بيجيب جيش من الارواح وكي نت لوحده هو اللي بيصدهم وجابي وبين بيضوروا على ترافس لكن كرامب بيمنعهم بكل الطرق انهم يوصلوا له وهارية بتوصل ليوتا وهناك يوتا بتقنعها انها تساعدها في التحرر من البلورة وانها تقول تعويزة من الكتاب وانها بتثخ في قدرتها وساعتها تساعدها في القضاء على الشبح الشرير وبين بيقابل قدامه جريسي وبيقرر انه يساعده علشان يوصل لترافس وفعلا بيوصل لترافس وبيقنعه ان الشخص ده مش والده وبياخده معاه وبيهرب من المكان وبيكون كرامب مستنيهم وخلال الوقت ده كي نت بيتكلم مع الاشباح وبيقنعهم انهم ما يتقتلوش علشان كرامب لكن يقتلوا علشان نفسهم ولما كرامب بيقنع بين انه يختار روحه هو بدل ما كرامب يطارد جابي وبنها مدى الحياة فبيروحوا بيكونوا استعدوا ان ياخد روحه لكن هارية بتوصلوا معها يوتا بعدما حررتها وكرامب بيخلي الارواح تهجم عليهم لكن كي نت بيوصل ومعاه الارواح بتقتل معاه وبروس بيقدر انه ياخد جزء من الطاقية وكرامب كان على وشك انه يروح ياخد الطاقية بنفسه لكن بين بيضحك عليه وبيقول انه مستعد يموت لكن كل ده علشان يدي الهارية الوقت انها تاخد الطاقية وفعلا بدأت تعوزتها وبتكتفه وبيكون خلاص هيختفي للأبد لكن قبل ما ينزل بيقول لبين انه يروح معاه علشان يقدر يقول لقليسة انه بيحبها فبين هنا بيتأثر وبيفتكر زوجته وكل اللحظات الحلوة اللي هم قضوها مع بعض وبيقول له انها عرفة وبعدها بيضربه بالرجل وبيوديه للعالم التاني للأبد والكل بيكون سعيد وترافز بيفرح بالارواح وبيقرر اخيرا انه حب البيت وهيقعد يخلي باله منه وده بيفرح والدته جدا وبين بيلتزم بوعده وبياخد الشبح للبحر وبيشجعه انه يروح وفعلا الشبح بيسرق مركب وبين بعدها بيكتشف ان القطة اللي كانت قدام بيته طول الوقت اسمها إليسا وبتفكره بزوجته وبيفرح جدا وبيروح بعدها للأسر ومعه ورد وبيقدمه الجابي وبتكون حصلت على وظيفة في مستشفى نيو أورلينز وده معناه انهما يفضلوا عايشين في المدينة واخيرا ترافز الاطفال حبته جدا وصوى طوله علشان يمسك نائب رئيس الفصل والكينات بقى قس وبيكون الكل موجود في البيت وبين كان لسه هيدخل لكن جابي بتقوله نفس الجملة اللي قالتها له في البداية إن ده ممكن يغير حياته للأبد فبين ساعتها رد عليها وقال لها نديم وخطرة هو مستعد لها جدا وبيدخله مع بعض وفي نهاية الفيلم بنشوف الأشباح مبسوطة وبترقص وكل أهل البيت فرحانين بانتصارهم على كرامب وإنهم دلوقتي بقوا في سلام ودي نهاية الفيلم ونتقابل في تلخصة جديدة وشكرا للمشاهدة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر